انت قلتلي اسألني في التاريخ وفي السياحة ايه حكاية التاريخ ايه منين يعني لانه انا تاريخ انا خارجية اداة بتاريخ وعملة ماجستير ودراسات عالية في التاريخ الفرعوني يعني دي شغلتي دي دي حياتي الاساسية فانت النهاردة ما كنت في مدين صالح وبتتفرجي على العنباط عارفة كل حاجة انت اهمية البلد دي اساسا اولا ده كان الخط التجاري كان بيوصل من تركيا البلاد الشام لهنا بيوصل لغاية مصر ده الطريق التجاري الزمان اللي كان معمول يعيني عليك ده صح الكلام ده فعلا ايه والانباط كان المركز الرئيسي في الاردن اهم بلد بعديها على طول كانت هنا العلا في العلا لانه هم قالوا لي ان العلا دي كانت دبي بتاعت زمان التجارة كلها والبخور وكل حاجة توقف هنا والناس تريح هنا وبعدين تكمل وبعدين انت عندك الحاجات اللي هي اللي محفورة يعني اولا ايه هتلاقي فيه السلالم دي السلالم دي في الانباط يعني دي معناها اللي هو الوصول الى السعود الى الروحانيات والسماء وكده انا شفت السلالم دي فعلا ما في امتياش اهم حوالي خمسة اوه اه وبعدين انت في قلب ده مش بس الكبور الكبور الشيك اوي هي دي الكبور الشيك التانية هتلاقي فيه المجلس اللي هو المجلس السعودي اللي موجود لغاية النهاردة او في البلاد العربية بس المجلس هتلاقي فيه مش معمول باليعني كده هتلاقيه معمول بالطول يعني فيه مكان انه يقدر ينام فيه وهتلاقي فيه زي يعني لا المجلس يقدر يتمدد ونايا الفضل مش يتاكق بس يعني مددد ده المجلس بس مش بالنسبة لانا معلومات تاريخية يا جماعة استنوا بس انتو حققتوا على الست اول ما بتادي تتكلف في التاريخ نعم تتكلف عاجات فهمها عمينا اهم حاجة يا عمر انه هو لسه منطقة بكري جدا ولسه ما تمش اكتشافها يعني انت لو مسكت الرمل انت لو مسكت الرمل اللي هو في الحتة اللي فيها الدفنة مؤكد فيه حاجة تحتيها لانك لو مسكت الرمل هتلاقي فيه زي شعر زي شعر لو مسكت الرمل برا هتلاقيه نعم جدا فهو يعني انا نفسي انه هما يتدوا يقفلوا المقابر دي مش حد يدخل لانه مؤكد لو حصل دفن فيه التنقيب حيلاقوا مؤكد فيه كنوس كتيرة لانه انت انت اشارت النقطة مهمة لان انا جيت قبليك انا بقى لي هنا ثلاثة يام انه المنطقة دي لسه اثار جديدة لان جيتم اكتشافها يعني هذه منطقة لم يمساسها بشر من قبل فاحنا بنتكلم على مدن جديدة الناس بتخشها وبتشوفها الاول مرة والساعة الخشبية دي التنطورة التنطورة اللي هي اسم البلد اللي فيه المهرجان التنطورة دي عبارة عن هلجة خشب كده دي بس اللي بتقول الساعة يعني الساعة ايه وكانوا بينظموا طريقة الري برأيي ايه ده ايه انا مباهر ايه مباهر ايه ده انت سعودية يعني انا حسيت ان انا بكمل شرم الشيخ يعني جبال شرم الشيخ ما هي كده كانت وكمل هو قبل الانفجار العظيم وقبل الانشقاط العظيم فالتنطورة دي كانت مهمة جدا وكانت كلهم بيكتمعوا علشان يشوف كمان موسم الري حيروا كل واحد كل واحد الاربعين يوم والحاجات زي المزولة بتاعت فده منطقة مهمة جدا ومنطقة تاريخية جدا وانا سعيدة جدا انه هم بدأوا يفكروا خارج الصندوق انه في استثمارات من المناطق الدينية وفي استثمارات من البترول لكن السياحة هو حقنا عليهم التاريخ انه ده تاريخ حق الولاد البلد ان هم يعرفوا تاريخهم ايه دي حاجة مهمة جدا